والحديث أكثر عن هذا الموضوع وأيضا مواضيع أخرى مرتبطة بالسينما العالمية ينضم إلينا من بيروت الناقضة سينما إلياس دمر مرحبا إلياس مرحبا عزيزي يعني نحن اليوم أمام الفيلم العاشر من هذه السلسلة منذ الاقتباس السينما الأول عام 1968 الجدير ذكره أن كل أفلام هذه السلسلة نجحت جماهيريا حتى عندما لم تنى الإعجاب وثناء النقاد كيف بدأ المستوى السينما الفيلم الأخير نسبة إلى نجاحه الجماهيري؟ تحيي لألك عزيزتي مونة السؤالك جدا مهم لأن معظم هذه الأفلامة كما ذكرتك كلها شكلت نجاح جماهيري كتير كبير منذ أنت لكتب 68 ولعله أهم عنصر ندى إلى نجاحه هو هذه القصة الجد مستفذة لمخيلة المشاهد القصة المبنية على كتابة الفرنسي بيير بول والذي يقول أنه نستوحيها من هذا الصراع بين الإنسان ونفسه وصراعه ما من حوله لذلك نجحت جدا جماهيريا واستفزنت ما ذكرنا ذهن المشاهد ولكن الفيلم الأخير أنا بعتبره أنه كان مقبول على المستوى السينماي لأنه هو امتداد لآخر ثلاثية مثل ما ذكرته نجحت جدا وحققت أكثر من مليار ونص نجاح حالم وكانت مكتوبة وفعلا منفذة بطريقة جد مهمة لهؤلاء الشخصين هل بهاولهود باور قبل اللي هني ريك جافا وأماندا سيلفر أخذوا على أطلاق هذه السلسلة مجددا وهل لأني بروديوسرز على هذه السلسلة وعطوا دفت الكتابة إلى صديقهم اللي بيكتب معهم أفاتار بجسوء الثاني جوش فريدمان إتي قتلت الكتابة مهمة ودخلونا أكثر بعالم القردة أكثر من العالم الإنسان وكيف هني بحد زيتهم صار فيه صراع فيما بينهم ولكن الإدارة الإخراجية لللي مخرج واسبول يعني أنا كانت لصراحة مخوفتني شوي وكنت عطلانهم أنه ما يمكن ما يقدر يحمل على كتفي مهمة أخراج هذا الفيلم ولكنه نجح بإشراف أولئك الكتبين كمنتجين بس لازم يكونوا عم يعودونا بأمور أهم لأنه هلأ عم يعتبروا هني أنه فيه ثلاثية جديدة لذلك أنا اعتبرت مستوي جيد ولكن الساعة الأولى بدي أقول لكل المشاهدين أنه بدأ نفس طويل لأنه قتأ التيمبو فيها من إيقاع وحركة وتقطيع وموسيقى مطول ليس طويلا مطول بحيث أنه هذا النوع الأفلام نوع أفلام التشويك يجب أن يكون مبني على وطيرة مختلفة لذلك الفيلم جيد على المستوى الفني ولكن نحن نتمنى ومننتظر أنه يكون الأفلام اللاحقة أفضل حتى يتنجح هذه الثلاثية مثل الثلاثية السابقة طيب إليس يعني بعيدا عن عالم كوكب القرود نذهب إلى نقطة أخرى وموضوع بعيدا تماما طيب في ظل الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا فتحت صلاة سينمائية جديدة أبوابها في أحد مراكز التسوق في العاصمة كييف يعني بينما تلجأ دور السينما الروسية إلى عرض نسخ مقرصنة لأحدث الأفلام الهليودية مع فشل الأفلام المحلية يعني إليس هل ترتدي برأيك السينما زيا مضادا للرصاص والصواريخ متغلبة بذلك على أهوال الحرب؟ دون شك عزيز تيرانيا بلأن السينما يعني دوما هي تحظى بعجاب وأقبال كل أطياف المشاهدين بغض النظر باختلافاتهم المجتمعية ومستوياتهم لذلك أنا بعتبر أن السينما وخاصة في أوقات الحرب والدمار هي أحد أهم وسائل التنفيس أو ما يعتبر بالكثارسس بعلف النفس حسب أرسته عند شرحه للدراما وما أقصده هنا هو هذا التفريغ لنوازع العنف والانتقام الكامنة ضمن البنية الجسدية والذهنية للإنسان المثقل كثيرا بيكون بالأخفقات أو الانكسارات أو الهزائم وخاصة في زمان الحرب لذلك السينما مثل ما ذكرت بترتدي هذا الزيل لأنه فعلا هي تعتبر مادة علاجية حتى بالأيام العادة الكثير من الأطباء والمعالجين نفسيين بيعتبروها مادة علاجية ضد الاكتئاب بترفع مستوى التفائل وبتقلل مستوى اليأس لذلك كان مهم أنه عم نشوف السينما بعد موجودة إن كان بالدخل الروسي مثل ما ذكرته عبر نسخ مكرسني أو حتى بالدخل الأوكراني مع افتتاح حتى صلاة جديدة لأنه هي جدا مهمة وخاصة في أوقات الحرب أو في الأوقات اللي بتكون فيها هذه النفسية التعبة وبحاجة إلى التفاؤل نعم اليأس بما أننا نتحدث عن شاشات السينما تطورت مؤخرا السينما يعني بالصوت والصورة بحجم الشاشات العملاقة والمؤثرات الصوتية المحيطة بالمشاهد أكيد من كل الزوايا وصولا إلى سينما البعد الرابع والفور دي أكس تتميزها الصلاة بكرسيها المتحركة ميكانيكيا يعني بحسب حركة المشاهد إضافة إلى الانبعاثات المائية والهوائية وحتى يعني يمكن الروائح الملائمة لكل مشهد ما أهمية برأيك هذا النوع من الصلاة اليوم وخاصة في وجه منصات البث الترفيهية يعني صراحة هنا أنا لما بلشت هذه الصلاة منتصف التمانينات وصنعنا نشوفها أكتر رئيجة سنة بعد سنة كنت أعتبرها نوع من بدعة سينمائية فقط لجني المزيد من الأموال لدور السينما ولكن مع الوقت فعلا برزت أهميتها وخاصة لدى عنصر الشباب وأنا حتى يعني إذا ما بدي أنظر لقل من عين النقط السينمائي اللي بدي أقعد بكرسي على روائد يكون في عندي هذا التركيز الفوكس وقدرة التحليل السينمائي الأفليب الجماهيري وخاصة بلوك باستر أنا حتى ممكن حب أن أحضره بهذه الصلاة لأنه مثل ما ذكرتي بتطيف كل هذه المؤثرات الخاصة المختلفة اللي بتخلي المشاهد وخاصة مثل ما ذكرتي بزمن منصات البث الترفيهي يلي صعب أنه ننتزعه من أريكته أو من مكانه المريح داخل المنزل ونروح لصلاة السينما بتخلي هذه التجربة عنده استثنائية ومثيرة أكتر لما يحضر فيه مثل ديون بجزئتين اللي حكينا عنه مؤخرا لما يدخلوا بمشاهد مثلا عاصف رملية رح يحس بهواء الصحراء ورح يحس برائحة الرمال مما يزيد فعلا من عناصر جد شايقة وخاصة لدى مشاهدين الشباب أنه حتى يروحوا إلى السينما وبعتقد أنه فعلا سينما البعد الرابع هي أيضا نوع من منقذ لدور السينما في هذه الأوقات الصعبة نعم شكرا شكرا جزيلا لك الناقض السينما إلياس دمر كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر